مكلومة هي الكلمات كالواقع الذي لا يسمح بإطلاق المرء إبداعاته وطموحاته الشاب مختار من مديرية بيت الفقي في محافظة الحديدة رغم ولادته بإعاقة جسدية إلا أنه يمتلك روحاً منطلقة ووالدين غير تقليديين رفض الاستسلام وقام بتربيته وتدريسه ليكون نموذجاً حياً للشاب التهامي المعتمد على نفسه أحد الإداريين قال لي اليوم تسديد القصة الأول فجأة فلذلك كنت لم أستطع أوجد المبلغ في ذلك الوقت إلا هو أني أختيت سنة أتلطف فيه وأتوسل إليه لأني أبو سفيك أدما يا أستاذ أو يا دكتور يعني أعطنا السنة تحقيقية ممكن أن بكرة أجيب لك قال لي روح أخرج أخرج إلا أن تخيل أمام طلاب وطالبات يعني إداريين كلهم أدكاترة يعني ذلك خرج مختار يعني وهو يتألم رغم الظروف المادية الصعبة تخرج مختار من الثانوية العامة وقررت دخول إلى الجامعة بدعم من والدته التي أرادت أن يكون فاعلاً في مجتمع ينظر إليهم بنظرة عدم القدرة والعجز وقلة الحيلة كان يتمنى أن يخفف آلام الناس عن طريق دراسة التمريض في التعليم المستمر لكن ميليشيا الحوثي لم تستثنيه في دراسة الموازي بل طلبت منه أقصاط الدراسة كاملة دون تخفيض فصل مختار من الدراسة وهو في المستوى الثاني بعد عجزه عن دفع كامل الرسوم ولم يتوقف الأمر هنا بل تطور إلى رفض قبوله في أي قسم آخر بحجة أنه معاق يطمح مختار لتوفير متطلبات الحياة عبر العمل في أي مجال يناسبه لإيجاد لقمة العيش له ولأولاده الثلاثة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها في المدينة حيس بعد أن تقطعت به السبل في الدريم التي لجأ إليها بحثا عن عمل محاسب محاسب عنده حوار مع أي زبون يستطيع يعني يكسب زباين يستطيع يكسبها عنده مهارات فائقة الأمانة ربنا أعطاه هذه المهارات في القدرات التواصل مع الناس وكسب الناس يحبه وبتسامته فعلى ما أعتقد جميع العمل ممكن يشتغلها بس ما حصلش منه كله تعال من التقار أو من الفاعلين الخير ما هذا كله تعال تفضل هذا مشروع مصغر عيش أنت وعيش عيالك وعيش من هذا المشروع المصغر ما حصل شوية الحافة عن مشروع مصغر على كل حاجة يدعمه ناس في مشروع مصغر لم تكن الإعاقة الجسدية يوما عائقا أمام من يحملون طموحات وأحلام في الحياة ولم تكن مبررا لحرمان الإنسان من حقوقه الأساسية والطبيعية إلا في زمن الميليشيا التي أبت إلا أن تقتل أحلام الجميع